موسيقى لا شك انه توفير الطاقة او صناعتها بتشكل هدف لكل دول العالم خاصة مع تراجع موارد الطاقة التقليدية أنا روير شركة عندها حلول مهمة لانتاج الطاقة البديلة وتأمين بيئة انظف موسيقى موسيقى هاي دانيال عرفني اكتر عن حالك وإلك قديم موجود بالامارات موسيقى 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 and cost of diesel fuel to companies and large organizations. الفكرة اجت شي من وراء تجربة شخصية انت عاشتها او انت حبيت تفتح شركتك الخاصة وتلعب بالفكرة. اعتقد انها ايضا. ايضا 10 سنوات في المنطقة الهيئة و اردت ان في المنطقة الهيئة يأتي من الهيئة ولكن في المنطقة التي لا تقلقها مع المنطقة الكثير من الناس يعملون الهيئة الهيئة وعندما كانت الهيئة 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 وين مع قولة نشوف الشركة بالمستقبل بعد سنة بعد 5 سنين او عشر سنين من اليوم وشو كانت اكتر التحديات اللي وفتحك انت وعم بتأسس الشركة I think the two hardest things in the very beginning was to find a good team, right, people that were sharing the same vision, were willing to work hard on something that initially was just an idea and wasn't yet reality. The second piece was finding financing. I think the first thing would be to get started and then to get a minimum viable product out there. Try it, test it with actual customers. see whether they like it and listen carefully to their feedback. I think we've had success in the sense that we're now a real company, not just an idea. We have nearly 70 employees and that's actually another success, right? We're replacing dirty power generation with something that's much cleaner and cheaper and we're doing so by hiring smart young people in this region from this region and train them to become solar engineers for the future. I think one of the best moments was probably when we switched on our first big plant in Abu Dhabi in 2014. We were providing electricity to 8,000 people. I'll leave you to Firaz. He runs our off-grid business and he can explain a little bit more in detail what we actually do. انتاج الطاقة مشروع كثير مهم وكثير كبير. مين هدفكم بالأساس؟ هلا هدفنا الأساسي بالقسم اللي باشتغل فيه هم الزباين اللي ما عندهم مصول للكه الكهربا اللي بتيجي من البلدية. وهدول إجمالاً بكونوا شغالين عمول يداد ديزل واحنا بنبدلهم بأنظمة هاجينة. فراس خبرنا أكتر كيف بيقدر يتابع الكلاينت من عنده هو الانرجي. هلا بنهاية كل شهر بنبعت انرجي ريبورت للكلاينت. ولقدام رح يقدروا يدخل عن طريق الويبسايت. هذا الانرجي ريبورت نشرح لهم أي شي السيستم الموجود عندهم. كما ترى هناك موالدات ديزل مشبوكة مع الوحشة المسية ونبيع الانرجي للكلاينت. بعدين كل شهر بنبعت لهم قديش استهلكوا هذا الشهر. وقديش استهلكوا بالشهور اللي قبلها عشان يقدروا يعرفوا. وبنفس الوقت نحكي لهم قديش وفروا CO2 اميشن. نحن بنشوف هذا السيستم عنا هذا كله ريال تايم بظلو يتجدد. وبنظلنا نتابع السيستم عشان نضمن انه الكهرباء توصل للكلاينت. هذول الديزل جنرات والالواح الشمسية والميتر اللي بنقيس الانرجي. وزي ما انت شايف هاي كلها ريال تايم ديتا. زي ما حكيت لك يعني في الكلاينت ازا بده يفوت ويسأل عن السيستم. عنا على الويبسايت في الريفرنسز بيدروا يشوفوا فيها ايش الاندوستريز بنخدمها. واش البروجيكت اللي موجودين عنا. هاي كلها صور من عنا بالسايت. وهادول كلهم صور موجودين في الريفرنسز. كل مشاريع الموجودة. كل هدول مشاريع الموجودة. نجددهم. فمثلا هذا عبارة عن مصاف سيارات. كله ألواح شمسي. هذا مشروع موجود في أبوظبي. وأسهل طريقة زراحة اجت ستارتد بيكون في زي لست هون. بتحكينهم ايش لازم يكتبها عشان يوصلونا ونفهم ايش المشروع البدهم هي. وأكيد عندكم طبوحات لحتى تتوسعوا خارج النطاق اللي انتم فيه لتتوسعوا عن نطاق دولي يمكن. طبعا هي الفكرة الأساسية كانت إنه احنا بلشنا في دبي لعدة أسباب. السبب الرئيسي إنه سعر الكهرباء في دبي غالي. إذا بيتقرنيه بسعر الكهرباء في الدول المجاورة. طبعا أسعار الكهرباء في الشرق الأوسط عم ترتفع تدريجيا. وهذا الارتفاع بسمح للأنظمة الطاقة الشمسية إنها ترجع المردود تاع الاستثمار تاعه بطريقة أسرع. طبعا كلما ارتفعت الأسعار كلما توسعنا للدول المجاورة. والهدف الأساسي لإنروير إنه تكون أكبر مشغل للأنظمة الشمسية في الشرق الأوسط. كيف بيشتغل الموقع؟ ببساطة هو عندك نظام ديزل. هذا النظام بيطلع كهرباء. الكلاينت بيكون عنده بس مولد ديزل. إحنا اللي بنسوي إنه بنبدل هذا المولد بمولد كفاةه أعلى. وبنشبك معه ألواح شمسية. الطاقة اللي بتنتجها الألواحة الشمسية بتخفض استهلاك الديزل. لما تخفض استهلاك الديزل إنتي بصير عندك توفير. وهذا التوفير بنعكسه للزبون. وإحنا بنبيع كل هاي الكهرباء للزبون. فالزبون ما بصير بده يشغل النظام. إحنا اللي بنشغل النظام إحنا بنعمله الصيانة وبنبيع كهرباء للزبون. مرسي إلاك فراز. شكراً تيريك. إنتاج الطاقة البديلة حل مهم للعالم أجمع وأنضف للبيئة. أنلوير مشروع بصلت اهتمامه على إنتاج الطاقة مستغل شمس دبي الحاضرة دايماً. وبالتالي بحسن مستوى البيئة الصحي. موسيقى موسيقى